موسيقى موسيقى أهلا بكم تحياتي لكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحكيم على شاشة الجزيرة مباشرة في حلقتنا اليوم نتعرف إلى دراسة تربط بين تساوث الأسنان والتهاب المفاصل وتحذيرات من تجاهل علاج الشخير ومواضيع أخرى نتابع تفاصيلها بعد العام موسيقى صيام رمضان كيف يقوي المناعة ضد الاضطرابات النفسية منظمة الصحة العالمية تبشر برفع حالة الطوارئ الخاصة بوباء كورونا خلال شهر موسيقى أمريكية تستعيد حاسة الشم بعد عامين من أعراض كوفيد طويل الأمل موسيقى جامعتان أمريكيتان تكشفان عن صلة بين تساوث الأسنان والتهاب المفاصل موسيقى نصائح لمرض السكري من أجل الاستمتاع بصيام آمن في رمضان موسيقى البداية مع كورونا فالعالم صار على موعد قريب من رفع حالة الطوارئ بسبب الوباء الذي استمر ثلاث سنوات ولكن الغريبة في الأمر أنه بعد هذه المدة لم يكشف بعد عن سر منشأ الفيروس هل انتقل من السوق أم تصرب من المختبر سينتهي الوباء ويبقى مصدره نقطة السفهام منظمة الصحة العالمية كشفت أن رفع حالة الطوارئ بسبب الوباء أصبح في الأفق وقال مدير المنظمة تدرس أدهنوم أن اللجنة الخاصة بالجائحة ستجتمع في مايو آيار المقبل لتحديد إطار زمني لهذه الخطوة بيد أن ثلاث سنوات لم تكن كافية لاكتشاف منشأ الفيروس فقد نشر مؤخرا فريق صيني بحثا يؤكد فيه العثور على عينات إيجابية إيجابية أجرية لحيوانات برية تباع في سوق وانان إلا أن ذلك لا يمثل دليلا قاطعا ولكن أدهنوم حثى الصين على مشاركة كل ما لديها من معلومات مشيرا إلى أن جميع الفرضيات مطروحة خاصة أن تصريحات أمريكية من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وأخرى من وزارة الطاقة ترجح احتمالية تسرب كوفيد-19 من مختبر في وهان بصي الحالة الوبائية لفيروس كورونا انتهت تقريبا ولكن الأسارة التي تركها الفيروس استمرت مع الكثيرين وخاصة هذه السيدة الأمريكية جينيفر هندرسون من أوهايو جينيفر تبلغ 54 عاما تعاني من أعراض كوفيد طويل الأمد بعدما أصيبت بفيروس كورونا من عامين وتحديدا في يناير 2021 ظلت طوال الفترة الماضية تعاني من فقدان حستي الشم والتذوق تقول إنها كانت تتذوق الطعام بطعم المعادن أو الغاز أو المواد الكيميائية وأخيرا في ديسمبر الماضي بدأت هندرسون علاجا بالحقن في العقدة النجمية أسفل الرقبة مشاهدوا الآن رد فعل جينيفر بعدما تمكنت من شم رائحة القهوة لأول مرة مراهة المساعدة والمسفيني يمكنك التدريب soprattutto مكانه لكن يكون ذلك افقه دعوك اwellك يمكنك تخلق كذلك اعفق أمره كذلك؟ تحفل؟ تحفل؟ وإلى موضوع آخر فالسرطان أو المرض الخبيث كما يطلق عليه تتواصل جهود البحث العلمي من أجل إيجاد علاجات فعالة لأنواعه المختلفة دواء أولا باريب أجهزته بريطانيا بعد وصفه بأنه رائد ضد سرطان السدي والبروستاتا وأعطت هيئة خدمات الصحة الوطنية موافقتها على استخدام أولا باريب للنساء المصابات بسرطان السدي المبكر السلبي عالي الخطورة فضلا عن المصابين بسرطان البروستاتا من الرجال وكان العقار قد نال من سنوات موافقت وكالة دواء الغذاء الأمريكية FDA لعلاج سرطان السدي والمبيض وعقار أولا باريب يعمل من خلال تصبيت إنزيم عديد البلمرة المسؤول عن إصلاح الحمض النووي ونسخه ما يعرقل نمو الخلايا السرطانية وانتشارها كما يقلل الدواء من خطر عودة سرطان السدي في غضون أربع سنوات بمقدار ثلث تقريبا ويعد الدواء مناسبا لمريضات السرطان التي يحملنا الجين الوراثي بي آر سي اي أما الآن فإلى أول المواضيع الرئيسية مع أول ضيوف هذه الحلقة بعد فاصل قصير قد يكون الحفاظ على صحة الأسنان من الضروريات لجمالية الشكل وتجنب رائحة الفم الكريهة والتهابات اللسة ولكن إهمال العناية بالأسنان لا يؤدي إلى عكس ما سبق فقط بل يمتد لمخاطر أخرى على بقية الجسم أختارها التهاب المفاصل الروماتويدي قد يستغرب البعض مع علاقة الفم والأسنان بالتهاب المفاصل العلاقة كشفها بحث دقيق أجره علماء بجماعة روكفلر وستانفورد الأمريكيتين البحث ليس الأول من نوعه الذي يكشف وجود صلة بين صحة الفم وصحة المفاصل بل جاء ليؤكد ما خلصت إليه دراسات سابقة تفيد بأن البكتيريا الناجمة عن التهابات الفم والأسنان تنتقل إلى المفاصل عبر الدم ولكن الدراسة الجديدة ركزت على طريقة انتقال البكتيريا الفموية وتأثيرها على المفصل إذ يعاني المصاب بالتهاب اللسة من تضفق المتكرر للبكتيريا الفموية إلى الدم وبمجرد أن يتحفز الجهاز المناعي ضد هذه البكتيريا يتوسع الهجوم عن طريق الخطأ ويستهدف بروتينات في المفاصل وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث تهيج والتهاب في المفصل والآن مع الحكيم دكتور إسامة الخطيب استشاري طب الأسنان أهلا وسهلا دكتور إسامة أهلا سهلا سهلا في البداية دكتور يعني يستهين بعضنا بالعناية بالأسنان ويعتبر أنه أمر كمالي أو تكميلي وليس ضروري ولكن هذه الدراسة تثبت خطر كبير من إهمال تسوس الأسنان تؤثر على التهاب المفاصل وضح لنا كيف يحدث ذلك استاذ أحمد صحة الفم والأسنان هي مدخل صحة الجسم بشكل عام العناية بالصحة الفموية تمنع حدوث العديد من الأمراض من ضمنها التهابات اللثة والنخور السنية عدم العناية بالصحة الفموية عادة ممكن يؤدي للتهابات اللثوية أو يؤدي لنخور سنية وهذه النخور تصل إلى العصب السني أو النسيج اللبي فبالتالي يصبح لدينا مدخل أو طريق للجراثيم لتعبر من الفم إما عن طريق التهابات اللثة لأن اللثة تصبح نازفة وجود نزف في اللثة يسمح للجراثيم بالعبور والدخول للجريان الدموي العام أو وجود نخر عميق في السن يصبح للجراثيم بوصول النسيج اللبي والنسيج اللبي كما نعلم متصل بالجريان الدموي العام فتخيل استاذ أحمد أن مجرد وصول الجراثيم للجريان الدموي العام يتيح لهذه الجراثيم الانتقال والوصول إلى أي عضو من أعضاء الجسم فمن ممكن أن تصل إلى القلب ومن ممكن أن تصل إلى الدماغ من ممكن أن تصل إلى المفاصل أو أي عضو آخر في الجسم الدراسة الحديثة صراحة هذه ليست بالدراسة الأحيدة لكن هي حاولت أن تدرس آلية حدوث المرض كيف يحدث المرض في المفاصل وجد العلماء بهذه الدراسة أن نتيجة دخول هذه الجراثيم إلى الدم عن طريق إما عن طريق النخر السني أو عن طريق التهابات اللثة فهذه الجراثيم يقوم الجسم بالدفاع عن نفسه فيقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة لهذه الجراثيم يوجد على هذه الجراثيم بروتينات خاصة وهذه البروتينات الخاصة يوجد بروتينات مشابهة لها في المفاصل وعند دخول هذه الجراثيم إلى الجريان الدومي العام تستطيع هذه الجراثيم أن تصل إلى المفاصل فهذه اللحظة عند وصول الجراثيم إلى المفاصل ويكون الجسم قد أنتز أجسام مضادة لهذه الجراثيم والبروتينات المشابهة البروتينات الموجودة في هذه الجراثيم يقوم الجسم بالخطأ بمهاجمة نفسه فيقوم بعمل إفلير أب احتداد لحالة التهاب المفاصل الرثياني يعني هذه الدراسة فكرة تأثر المفاصل بتسوث الأسنان ليست جديدة ولكن الجديد تم تأكيد هذه الدراسة ومعرفة كيفية يحدث ذلك كيف تصل الجراثيم من الأسنان المساوسة إلى المفاصل نعم أستاذ أحمد صراحة أنه موضوع الصحة الفموية وعلاقتها بصحة الجسم بشكل عام تم دراسته بشكل مفصل ومن عدة سنوات من أكثر من عشر سنوات هناك العديد من الدراسات والبحوث التي تهتم بشكل دقيق بتأثير الصحة الفموية على صحة الجسم بشكل عام هل هناك أثار أخرى لتساوس الأسنان على بقية أعضاء الجسم؟ أثبتت الدراسات أن أهمال الصحة الفموية يؤدي إلى التهاب في اللثة والنسج المحيطة ولا تدعى النسج الداعم حول السنية حدوث التهاب في اللثة تصبح اللثة نازفة بسهولة سواء عند تناول الطعام أو عند تفريش الأسنان وهذا الموضوع يعاني منه الكثير الكثير من الناس مجرد أن أصبحت اللثة نازفة يصبح لذلك مدخل وطريق للجراثيم لتعبر من الوسط الفموي حيث أن الوسط الفموي يوجد فيه الآلاف من الزمر الجرثومية بعضها ضار وبعضها مفيد لكن الجراثيم الضار عندما يتدع لها الفرصة أن تعبر إلى جريان الدمو العام يتدع لها الفرصة أن تصل إلى أي عضو من أعضاء الجسم فعند وصولها مثلا إلى القلب ممكن أن تؤدي إلى التهاب بشغاف القلب وممكن أن تؤدي إلى احتشاء في العضلة القلبية بسبب إغلاق والسد الشرايين التاجية التي تقوم بتغذية عضلة القلب عند وصولها مثلا إلى الدماغ ممكن أن تساهم في حدوث السكتة الدماغية وممكن أن تساهم أيضا في تسريح حدوث الزهايمر عند كبار الأمور مثلا إذا وصلت إلى البنكرياس ممكن أن تهاجم خلايا البنكرياس وتساهم في حدوث مرض السكري في حال تصور أستاذ أحمد مجرد أن التهاب اللثة موجود عند المرأة الحامل فإن هذا قد يفعل عملية حدوث مخاض مبكر لدى المرأة الحامل وبالتالي ولادة طفل خديج قبل أوانه فبالتالي الاهتمام بالصحة الفموية هو شيء مهم جدا للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام يعني دكتور أسامة ليس فقط إهمال التهابات اللسة أو إهمال العناية بالأسنان تؤدي إلى التهاب المفاصل الروماتيدي كما جاء في الدراسة ولكن أيضا أنت تقول تسبب الولادة المبكرة تسبب السكتة دماغية أحيانا تسبب أيضا الزهايمر وتصيب البنكرياس كل هذا بسبب إهمال التسوس التسوس الأسنان نعم فممكن أن تصل إلى أي عضو من أعضاء الجسم وتسبب أذية في هذا العضو تدخل الجراثيم من التسوس عن طريق الدم إلى بقيس العباة إما عن طريق التسوس هناك مدخلين للجراثيم الوسط الفموية مليئ بالزمر الجراثومية فالجراثيم ممكن أن تدخل عن طريق التهاب اللثة التهاب اللثة تصبح اللثة متوذمة ونازفة المرضى يراجعوا العيادة السنية بشكل كبير بسبب أن اللثة نازفة عند التفريش الأسنان أو عند تناول الطعام فهذا مدخل سهل للجراثيم لأنه يصبح النزف عبارة عن جرح مفتوح أمام الجراثيم فتستطيع العبور من خلال الوسط الفموي إلى أي عضو من أعضاء الجسم أو من خلال النخر السني التسوس الأسنان عندما يصل التسوس الأسنان إلى عصب السن أو النسيج اللوبي فتستطيع الجراثيم أن تعبر من داخل السن عن طريق الجريان دمو العام إلى أعضاء أخرى من الجسم وتسبب أذية في مناطق أخرى من الجسم السؤال ربما لم يرد كثيرا هل تسوس الأسنان أو التهابات اللسية يمكن أن تنتقل من شخص لآخر؟ ممكن أن تنتقل الجراثيم خصوصا من الأم والعائلة إلى الأطفال هذا إذا كان ضمن العائلة الواحدة ضمن العائلة الواحدة تناول الطعام أو طعام الأم الطفل بمعلقة تناول بها الطعام أو تقبيل الأطفال على الأفواه ممكن أن تسبب انتقال الجراثيم من الأم إلى الأطفال وهذا يساهم في زيادة معدل حدوث النخر السني عند الأطفال لأن الطفل عندما يولد لا تكون لديها هذه الجراثيم لكنها تنتقل إليه من وسط المحيط فهذا يساهم في زيادة حدوث النخر السني عند الأطفال وقد تساهم في زيادة التهابات التثوية عند الأطفال ماذا بشأن الزوج والزوجة مثلا؟ طبعا طبعا الصحة الفموية بالأسرة الواحدة خصوصا إذا كان في استعمال لأدوات مشتركة أو عدم استخدام معالق مشتركة أو أي شيء ممكن أن يؤدي انتقال الجراثيم من شخص إلى آخر في نفس الأسرة ولكن من الصعب انتقالها بشكل عام من شخص إلى آخر لا يستخدمون أدوات ممكن أن تنتقل الجراثيم مثلا خلال المعالجة السنية في العيادة السنية خلال العمل في العيادة السنية يتم استخدام أدوات حفارة بسرعة عالية يجد إرداد كبير خلال العمل إرداد مائي كبير وهذا يؤدي إلى انتقال الجراثيم عبر الوسط الفموية في الهواء وتنتقل إلى الوسط العيادة الكاملة فبالتالي يمكن أن تنتقل العدوى من المريض إلى الطاقم الطبي طيب دكتور أسامة الخطيب أنت تطورت طريقة مسجلة باسمك أو تكنيك يستخدمه طباء الأسنان من أجل الحد من انتقال العدوى من المريض أثناء العمل معه في العيادة إلى الطبيب أو إلى الوسط المحيط به ما هذه الطريقة؟ نحن في طب الأسنان عند إجراء أي علاج سني سواء كان علاج عصب أو نسيج لبي للسن علاج الأقنية أو وضع حشوات للأسنان أو إلساق التركيبات والفينيرات بواسط الثلاسق الراتنجي يجب أن يتم العمل في وسط جاف تماما وعزل الأسنان بشكل كامل وتام عن البيئة الفموية أفضل طريقة موثقة بالأدب الطبي والتي تصل بها كل الهيئات الطبية العالمية لعزل الأسنان هو استخدام ما يسمى الحاجز المطاطي أو الربردام هذا الحاجز المطاطي عبارة عن شريحة من المطاط الرقيقة يتم تثقي بها بمثقب خاص بحيث تدخل ويصبح السن خارج هذه المطاطة فيصبح السن معزول تماما عن الوسط الفموي هذا العازل المطاطي كان له حاليا إلا هو أكثر من مئة عام يستخدم بدأ تثبيته حول الأسنان بواسط مشابق خاصة هذه المشابق مشابق معدنية مشكلة المشابق المعدنية أنها عندما يكون لدينا علاجات متعددة يصبح لدينا محدودية في القدرة إلى الوصول إلى السن فكان هناك طريقة أخرى هي استخدام الخيوط السنية واستخدام ربطات الخيط السني لتثبيت هذه المطاطة في مكانها لكن كانت ليست مشروحة بالأدب الطبي بشكل دقيق بعد مراجعة للأدب الطبي لم أجد أي دراسة تتحدث عن آلية استخدام هذه الخيوط ولا مقارنة بين هذه الخيوط ولا رسومات تشرح عن هذه الخيوط كيف يتم استخدامها أو كيف يتم ربطها كيف نقارنة بين أنواع مختلفة من الربطات لذلك بعد دراسة طويلة قمت بإجراء رسومات لهذه الخيوط وتطوير ربطة خيط السنة جديدة نستطيع استخدام هذه الربطات بحيث نؤمن عزل تام للأسناء خلال إجراءات العلاج وبنفس الوقت يتيح للطبيب إجراء العلاج بسهولة ويسر بدون أي إزعاج وكأنه لا يوجد أي حاجز مطاطي موجود بفم المريض هذا الشيء سيسهل على أطباء إجراء العلاجات بوسط وبيئة فموية مثالية فتطوير هذه التقنية فادت الأطباء بسهولة الوصول للأسنان خلال إجراءات العلاجات أنا أعرف على أهمية هذه الطريقة ولكن ما فهمت أن هذه الطريقة تعتمد على عزل الأسنان التي يعمل فيها الطبيب عن بقية الوسط الفمي لعدم نقل أي عدوى أو جراثيم من المريض لأي من يحيط به الطريقة القديمة كانت العزل المطاطي يثبت على الأسنان بمشابك والمشابك هذه كانت ربما تحول دون الأداء الجيد للطبيب الآن أنت طورت طريقة لتجنب نقل العدوى من خلال عزل مطاطي أيضا ولكن التثبيت بخيوط الخيوط تثبت فين في الأسنان؟ الخيوط تثبت حول أعناق الأسنان نضع أولى المطاطة ثم نضع الخيوط حول أعناق الأسنان ونقوم بشدها بشكل محكم حول عنق السن فبالتالي هذه الربطات فيها عقد من الجهة الشفافة من الجهة الداخلية تمنع خروج المطاطة من مكانها الحاز المطاطي له العديد من المهام هو يؤمن بيئة مثالية للعمل بالنسبة للطبيب نحن مشاهد هذه الطريقة والخيوط وأن تتحدث وتشرح عنها دكتور الحاز المطاطي يؤمن بيئة مثالية للعمل بالنسبة للطبيب وفي نفس الوقت يؤمن منع انتقال العدوى من المريض إلى الطاقم الطبي ويؤمن في نفس الوقت حماية المريض لأن العمل بأدوات تتحرك بسرعة عالية الحفارات هذا العمل قد يؤدي نتيجة حركة خاطئة من المريض إلى أذية المريض فبالتالي وجود هذا الحاز المطاطي في حال أي حركة فجائية من المريض غير مرغوب بها فإنه سيكون محمي نتيجة وجود هذه المطاطة التعزي بين الوسط الفموي والحفارات التي نعمل بها طبعا هذه الطريقة نشرت في دوريات طب الأساسية العالمية هذه الطريقة نشرت في جورنال فوبروسيدونتك الأمريكية واحد من أهم المجلات الطبية على مستوى العالم ولكن لم يبدأ تعميم هذه الطريقة حتى الآن حاليا أنا أعتقد قريبا سيتم تعميمها في كل الجامعات في العالم لأن وضع التصنيف جديد وتقنية جديدة لم تكن موجودة في الأدب الطبي فحاليا أتوقع قريبا سيتم تداولها واستخدامها في كل دول العالم طيب دكتور نريد في الختام نشكرك طبعا على كباحث عربي تطور طريقة حديثة تسهل على الأطباء العمل وتحمي المرضى أيضا من انتقال العدوى فبالتالي نشكرك على ذلك وأيضا بالنسبة للمرضى نريد أن تطلعنا على كيفية تجنب كل هذه المشاكل ونقل العدوى من الأسنان للمفاصل الطريقة المثلع لأن أحيانا البعض يكون لديه تسوس ولكن ليس يعني أعتقد ليس كل هذا كل التسوس أو كل أنواع التسوس تسبب هذه المشاكل فمتى نشعر بالخطر وماذا علينا أن نفع؟ في البداية كما نعلم جميعا أنه يجب العناية بالصحة الفموية بشكل جيد يوميا تفريش الأسنان بشكل دوري ثلاث مرات يوميا بالطريقة الصحيحة بالإضافة لإستخدام الخيط السني حيث أن تفريش الأسنان لوحده غير كافي لأن الفرشات تستطيع أن تصل إلى ثلاث سطوح من سطوح السن والسن لديه خمس سطوح فبالتالي تستخدام الخيط السني هو سيساعدنا على تنظيف السطوح الملاسقة بين الأسنان فيجب استخدام الخيط السني يوميا بالإضافة لتفريش الأسنان بشكل يومي دوري يوميا ثلاث مرات باليوم ويمكن مساعدة أيضا باستخدام الخيط المائي أما بما يتعلق بالشق الآخر هو مراجعة الطبيب مراجعة الطبيب قد يعتقد البعض أنها رفاهية معظم المرضى يراجعون العيادة السنية في حال حدوث ألم وهذا الشيء غير صحيح السبب أن حدوث النخور السنية والالتهابات اللثة إذا تم علاجها بشكل مبكر سنقوم بحماية المراجعين من اختلاطات كبيرة وعلاجات منتقدمة عادة في هناك تنظيف الأسنان بالخيط والفرشاة يساعدنا على إزالة اللويحة الجرثومية لكن هناك لما يدعى بالجير أو القلح أو التارتر هذا القلح لا يتم إزالته إلا من خلال الألتراسونيك من العيادة السنية القلح ممكن يترسل فوق مستوى اللثة أو تحت حواف اللثة فبالتالي لا يمكن لأي إنسان أن يقوم بتنظيف القلح بنفسه داخل المنزل لا بد من مراجعة العيادة السنية عادة المنصوح به بكل الدول في العالم أن يتم مراجعة طبيب الأسنان كل ستة أشهر للإطمئنان على صحة الفم وصحة اللثة والأسنان فبالتالي منع حدوث أي اختلاطات وتداخل بشكل مبكر أشكرك جزيل الشكر دكتور إسامة الخطيب استشاري طب الأسنان شكرا على هذا اللقاء ومشاهدينا نواصل معكم حلقتنا وفيها بعد الفاصل صيام رمضان كيف يقوّل مناعة ضد الاضطرابات النفسية؟ اشتركوا في القناة